فَلِمَنْ خَاثَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا ذَوَاتَا أَفْنًا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيًا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من إستبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطبسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والسنة بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواني أخواتي في مستهلي هذه الحلقة من برنامجكم الطريق إلى الجنة يسأل بعض الأخوة يقول هل في الجنة سوق هل هناك سوق في الجنة يذهب إليه الناس أقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي من قول الله تبارك وتعالى أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كل نعيم يريده الإنسان سيجده في الجنة كل الذة يحتاجها الإنسان ويتطلع إليها وترغب فيها نفسه سيجدها في الجنة نعم في الجنة سوق وأخبر عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فماذا قال قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة يأتونها كل جمعة فتهبوا ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم يذهبون إلى السوق وتأتيهم ريح الشمال وريح الشمال طيبة سبحان الله في الدنيا وفي الجنة فتأتيهم ريح الشمال فتهبوا عليهم فتحثوا في وجوههم وثيابهم طبعا ريح الشمال لما تأتي ولك أن تتصور أرض الجنة كما مر بنا سابقا حصباؤها اللؤلؤ وترابها الزعفران فإذا جاءت ريح الشمال لك أن تتصور تلك الريح وما فيها من روح وطيب قال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا فيقولون وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا هذا شيء من نعيم الجنة فيها سوق طبعا هم يذهبون إلى السوق وليست هناك حاجة يسدونها ونقص يسدونه وإنما الأمر كله لذة يذهبون إلى السوق تلذذا فإذا أخذوا أي شيء من السوق يخذونه تلذذا وتنعما ليس فيها جوع يذهب إلى السوق ليشتري شيئا يسد به جوع ليس فيها ضمأ يذهب إلى السوق ليشتري شيئا يشربه يسد به ضمأة ليس فيها عري يذهب إلى السوق يشتري بها ثيابا ولباسا يستر به عورة لا لا يذهب إلى السوق تنعما وتلذذا فتأتي هذه الريح ريح الشمال فتحثوا في وجوهه وفي ثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا يقول لهم أهلهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا هذا مشهد من مشاهدي أهل الجنة الأخوة الكرام الجنة درجات عالية درجة فوقها درجة أهل هذه الدرجة ما قدموا من الأعمال إلا لينالوا هذه الدرجة كان يعيش معهم في البيت الواحد في الوقت الواحد وعمرهم واحد كان يعيش معهم أناس ولكنهم قدموا من الأعمال ما فاقت تلك الدرجة ربما يكون هذا في الدرجة المئة وهذا في الدرجة الخمسين فوق وآخر قريب من الفردوس الأعلى والسبب تفاضل الأعمال أعمال مختلفة قال ربي سبحانه وتعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات يا حطوا خط قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاء جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلاء يقول نبينا صلى الله عليه وسلم بس حتى نقرب الصورة كيف يعني كيف هؤلاء في درجة والذين فوقهم في الدرجة الأخرى ما هو ما هي المسافة بين هذه الدرجة والدرجة التي بعدها أوه المسافة شائعة كبيرة جدا شاسعة يعني لو كنا نحن الآن في الدنيا رفعنا الرؤوسنا ننظر إلى النجم شوف النجم البعيد أهل هذه الدرجة ينظرون إلى الدرجة الأخرى كما ننظر نحن إلى النجم قال عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم تفاضلوا في الدنيا فتفاضلوا في الآخرة قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفس بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يعني لا تتصور منازل الأنبياء والرسل لا أيضا هناك ممن آمن وصدق برسالة ودعوة أولئك الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام فبلغ تلك المنازل وهناك أيضا حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الجنة نعم درجات ويكفي أن أذكر قول ربي سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا هي درجات وهي مشاهد والمشاهد كثيرة أستكملها وإياكم بإذن المولى تبارك وتعالى في حلقة الغد إلى ذلك الحين أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لنضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولادان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام